السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. نسامي بالله ونصلى على سيدنا محمد عليه السلام. طبعا ايه? النهار ده بقى اليوم المنتظر اللي قلنا ايه بقى هننضف نتبح البط بقى ايه? ونروق السطح كده ايه? عشان السطح يرق شوية كده منه. بسم الله ما شاء الله البط بتاعنا استوى بقى جميل جدا. انا مش محتاج يوعد تانا اكتر من كده. انا بقى عاجبني الوزن بتاعه بصراحة بصراحة كده. لو انتم عايزين تقعدوا اكتر من كده برحقه. ودلوقتي عنده اربع اه عنده شهرين واسبوع بالزبط. عنده شهرين واسبوع. احنا دبحنا منه من اسبوع بطاية. اه دكر بط برضو كان بسم الله ما شاء الله كان جميل جدا. كان وزنه حلو. وانا ورده لكم تقريبا لما دبحت ونضفته. ودبحت معي الفراخ البلدي سعيدة. فبسم الله ما شاء الله مش محتاج ينقعده تاني اكتر من كده. عشان غيره العلف اللي احنا فيه ده بس ايه? اه نلحق بقى ايه? ان نريح نفسنا شوية كده قبل رمضان كده ايه? اه يعني من المصاريف شوية. نتبحت ونمشي حنة بيهم. وبعدين ايه? على دخلة رمضان كده قبلها بشهرين تلاتة هنجيب دورة بط ان شاء الله تاني بامر الله. يكون الدنيا هيدت شوية. اه وربنا يا ربي ايه? كل حاجة ترخص كده عشان الناس كلها هتجيب وترب تيور ان شاء الله يا ربي. ايه المهم ايه? هنسمي بالله ونصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انا بداعيكم للشراك يا حبايب قلبي في القناة وتفعيل الجرس واللاقيك يا حبايبي بالله عليكم ما تنسوش. طبعا بقول لكم الدكر والنتاية دول بلديها ربيهم. دولها ربيهم وها ربي معهم اللي هي واقفة هناك دي. او هاخد التانية اللي هي صدرها ابيض دي مسكوفي. اللي هي ايه? اه واقفة دي. لا اللي في الركن. رأده في الركن على جنبين. وهناخد بسم الله ما شاء الله التلات دكورة بط دول. وهناخد معهم يا واحدة اللي هي نايمة دي هناك ايه ما هناخد اللي واقفة جنب الدكر هناك السودة. هشوف اللي وزنها اكبر اخوتها وخلي الخفيفة ايه? للبيض ان شاء الله. انا نويت ربي واحدة مسكوفي مع الدكر اللي هو الخليط ده. والبطاية البلدي. اه الدكر ده مسكوفي على على بلدي اللي انا مربيه. اللي هو ناحية الحنفيلة وراتولكم من شوية. المهم ايه? صلوا على النبي حبايب قلبي. اه هوزنهم وهشوف لو اللي صدرها ابيض دي. اه. وزنها صغير هخليها. لو السودة وزنها اتقل هاتباحها طبعا. مش تخلي ايه? هخلي الخفيفة للبيض يعني. المهم ايه? رحت قلت احبس البط في القوضة دي بقى عشان عارف امسكو. بتتخيلوش في اليوم ده جنيني. رفلت طبعا الكاميرا وروحت مسكاهم بصوا اتعزبت وفرهضوني. يعني فضلت اجري من هنا الهنا وفي الاخر رحت ايه? حبساهم في المكان ده وقلت لهم تعالوا مش هتهربوا. يعني النهار ده خلاص اخر يوم لكم عالسطح ان شاء الله. ده انا ما صدقت بصراحة ده يوم ايه دي النهار ده ان انا هاتباح البط وهنضى في السطح من الايه? من اللي هو بيعملو عالسطح ده بصراحة ربنا عزاكم الله. مباهد للسطح. مباهد لدرجة ان الحمام بينزل تحت عالسلم. هو ما احللوش الاعداء اللي عند السلم. يسيب السطح كله ويروح عند السلم. وطوله النهار طبعا زينا انتم شايفين سراح على السطح كده. مباهد لنا السطح بصراحة ربنا. ايه المهم ايه? صلوا عن نبي حبايب قلبي. وبفكركم باللهك ما تنسوش. اه طبعا جبت الميزان. حطته على القفص ده كده. وزبطوا. قول يا رب بس ايه? زبط المؤشرات. قول يا رب يحمدوا كده ويعودوا في الطبق وانا فوزنهم. عشان هم مربطون وشايفين البطاة راحت فين? راحت عند الباب. زي اللي بتقول لهم امكزوني ما تسيبونيش هتدبح النهاردة. بس عالمين. احنا عايزين بقى ايه? نروق سطحنا كده. ونزبط الدنيا عشان ايه? نشوف هنجيب بقى ان شاء الله بط امتى. بس احنا هنقف دلوقتي. مش هنجيب طيورة لما ايه? الدنيا تهدى شوية. ونمشي حنب اللي عندنا. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله. برضو ايه? حبت حبت تيور حلول مش وحشي. عشان برضو نبقى عارفين ايه? اه هنأكلهم ازاي ونعمل ايه وكده في غلو العلف اللي احنا في ده. ايه المهم ايه? ده اول ده كرحاتوته على الميزانة هو بسم الله ما شاء الله اربعة كيلو تلتمية. شايفين المؤشر يا جماعة هم? اربعة كيلو. يعني فقدر له خبا صغيرة وخش على تلتمية جرام. يبقى في شهرين واسبوع اربعة كيلو عسل. قوي. حلو قوي. يا رب كلهم يطلعوا نفس الميزان كده. بس ده ما ظنش عشان هو ده اكبر واحد فيهم. بص يا حبيبي. في ناس بتقول البط على شهرين ما بيلحقش يستوي. لا بسم الله ما شاء الله. استوى وشدت منه ريشة ما لقش في دم ولا فيه اي حاجة. واوزانه حلوة. ده اربعة كيلو الا اهو. ده تاني واحد. ده اربعة كيلو الا مئتين وخمسين جرام. او زي ما تحسبوها انتوا شايفين المعشر اهو. احسبوها انتوا بس سوية وثلاتة كيلو ومعادي سبعمائة جرام اهو. سبعمائة وخمسين جرام. تلاتة كيلو سبعمائة وخمسين جرام بالزبط. او لو انتوا شايفينها ناقصة او زيدة يعني ادوكم شايفين الميزان. المهم ايه? انا يعني بتعمل معكم والله بصدق وبامانة. زي ما الحاجة عندي بالزبط بورها لك. ولا بزود ولا بقلل. عشان دي لازم تبقى ايه? الواحد يبقى صادق في كلامه يعني. مش عشان حد عشان ربنا سبحانه وتعالى. المهم ايه? اه وزان تبقى ايه? اللي هو الضكر التاني اللي هو ابيض في اسود ده. برضو بسم الله ما شاء الله. ده مش عايز بقى يهمد الميزان مش عايز يقف. ده كان يعني زي تلاتة كيلو ونص. تلاتة كيلو ونص. هو ده كان ممكن يقعد شوية. والبطية تقعد شوية بس يلا بصراحة ربنا يلا جبتي اخر بصراحة في العلف. وبعدين هما بطتين كفاية ربيهم. مش هعمل انا هيسة عالسطح. لو ربتين بطتين ربتهم وربنا بارك فيهم. بسم الله ما شاء الله ممكن يمندوك السطح ده خير. فاحنا ايه? كفاية قوي. اه معلش ما ما كومش في طيوره عالسطح. مبقاش عارف ااكلها حرام. اه لازم عايزة تاخدي بط. بتربي كويس. بسم الله ما شاء الله. اه تأكليه علف وتخدميه في العلف. لكن هتكل على الاكل البيت وعلى العش وعلى الردة والاخلطة دي ما ما بحبهاش انا بصراحة. في ناس بتحب تحطه للطيور كده. وبيبقى كويس مش وحش. المهم ما قلت اخش عند الفراخ كده ايه? احط له محبة اكل بالمرة بما اني على السطح بالمرة. روحتي دخل احط له محبة علف. اه طبعا انا عايزة ارفع لهم الطوب شوية بصراحة بس فيه الطوب تحت عايزة انزل اجيب برضو. انا كسلة قوي على فكرة يا جماعة بكسل والله. الطوب تحت عايزة اجيب طوب وارفع لهم العلف عشان حد من حبابي في التعليقات بيقول لي يعللهم الاكل شوية. فعلا والله انا عارفة انهم عايزين طوب. طبعا والمية قطعة روحت مالية الصانية دي حطها لهم قلت ايه صبروا نفسهم كده شوية. عبل ما المية تيجي. الحاجات دي انا حطها فيه. المية تقطعة روح غسلة صانية بسرعة وروح ايه? تلقى فيها ازازة مية جيبها من التلاجة وروح دلقاها على طول. ويشربوا منها لحد ما ايه? المية تيجي. وبروح بقى غسلة السقايات وحتى ايه? كل حاجة. طبعا كنا ده ما احنا البط بسم الله ما شاء الله ونضفناها وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا جماعة. بصوا ده حجم بط اربع شهرين مش عارفة معلقة على اربع شهر ليه? ده وزن عمر شهرين واسبوع. معلش هو لسه البط ما تنضفش انا لسه جايبة من عند راجل بصراحة ما نضفتوش في البيت. وطبعا انت بتجيبيه من عند الراجل بتعدي عليه وبتنضفيه. حتى كي بدوا الاونس كنت ربطها في كيس ما ايه? ما ما خدتش بالي عشان اورع لكم. بس بسم الله ما شاء الله يعني هي ما جاتش مع الحاجة كافي كيس في الشنطة. بسم الله ما شاء الله بصوا ده الدكر كبير لسود. عشان كده فيرش لسه منقف عايز منقر كده عايز تنضف. هو ريش تشلي بايديك ما يغلبش بصراحة. بس هو الراجل مش هنضف زيك في البيت برضو. طبعا احنا هنمسكهم دلوقتي انا قلت وارغم لكم بس. ادعوني يا جماعة بالبركة كده. وبسم الله ما شاء الله اديكوا شايفين. البط حجمه مش وحش. حجمه جميل جدا. وكجنظافة. حلو. مش وحش هو نظافة في ايه بقى? ما فيهوش الرش اللي هو بيبقى منكت الصغير ده. ده بيبقى مقرف او بجد. بس انت بقى تمسكش عالبوترز احنا هنمسكه دلوقتي بقى ننقعه ونشيطه عالبوترز ونطلع اي حاجة في مش هنخلي اي حاجة فيه. بسم الله.